انطلقت أعمال القافلة الطبية بقرية رأس حدربة بحليب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخلال يومها الأول وقعت القافلة الكشفة مع صرف العلاجة لـ 63 حالة بمختلف تخصصات طبية كما تم إجراء نحو 14 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتضم القوافل عددا من العيادات الطبية المتخصصة ومعمل تحاليل الدم والتفايليات بالإضافة إلى صيدلية حيث تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاجة بالمجن ووصول الخدمات الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر